ماشي كواليس اليوم الثالث لمنتخبنا الوطني في الكويت استعداداً لمواجهة المنتخب البلجيكي تعالوا نشوف أولاً منتخب مصر واصل خود تدريباته استعداداً لوديت بلجيكا وشهد تدريبات مشاركة السلاسي محمد صلاح ومصطفى محمد ومران حمدي بعد انضمامهم لبعثة الفراعنة في الكويت أدى أحمد الشناء وحارس المنتخب تدريبات فردية مع مدرب الحراس لويس ستيفز وذلك بعد أن خضع لتدريبات تأهلية أمس تحت إشراف الجهاز الطب بقادة دكتور محمد أبو العلا محمد عوات حارس المنتخب طلب المشاركة أمام بلجيكا ولو في الشوت الثاني من المباراة إلا أن روي فيتوريا تحفز على طلب الحارس خصوصاً وأنه يرغب في الاعتماد على محمد الشناء كحارس أساسي كما أن فيتوريا وضع ترتيب الحراس محمد الشناء أولاً أحمد الشناء ثانياً ومحمد عوات ثالث الشركة المنظمة للمباراة أرسلت إلى اتحاد الكرة تمانين تسكرة للمباراة ورفض مسؤول الاتحاد استلامها لأنها في مقاعد الفئة الرابعة للملعب حيث طلب مسؤول الاتحاد تغييرها خاصةً وأن بعض اللاعبين طلبوا الحصول على تذاكر ويرغبون في حضور بعض أقاربهم واصدقائهم طهر محمد طهر حلوة دي بقى طهر محمد طهر اللاعب المنتخب طلب من زملائه عدم التوجه إلى كيفين دي بروينة نين بلجيكا بعد المباراة للحصول على قميسه لأنه ينوي الحصول عليه للاحتفاظ بيه نظراً لحبه لللاعب يعني طهر محمد طهر قال اللي هيجي يحط إيده على تشيرت دي بروين هطاعه له بالآخر كده يعني بالهزار يعني يعني تشير ده بتاعي تشير ده يخصيني طبعاً كيفين دي بروينة واحد من أحسن لعاب العالم حالان هو أفضل لعاب المنتخب البيجيكي بكل تأكيد لها منشستر سيتي وطهر محمد طهر أم من تشيرت دي بروينة كده مهم هو بقى دي بروينة يدول خلال الساعات الماضية حاول مسؤولي المنتخب نقل تدريبات الفريق إلى أحد ملاعب العربي أو قزمة أو اليارموك إلا أن المحاولات لم تنجح واستمر المنتخب في خود تدريباته على ملعب الكويت بناء على طلب محمد صلاح تم إقامة عشاء مفتوح لللاعبين على شاطئ البحر الذي يطل عليه فندق الإقامة وتم التنبيع على أمن الفندق عدم السماح لأي شخص بالتسلل داخل المكان المخصص للمنتخب دي كواليس اليوم الثالث في معسكر منتخبنا الوطني مواجهة إن شاء الله مواجهة محترمة أمام المنتخب البلجيكي يوم الجمعة القادمة وأفضل زي ما قلت لكم امبارح وأول امبارح وأول امبارح وأفضل هقول كده حد يوم المباراة إحنا بنلعب مباراة ودية مش هنقيس عليها أي شيء أي شيء بالمناسبة لمكسب ولا خسارة لمكسب ولا خسارة هتقول إحنا نكسب بلجيكا فرضا كسمنا بلجيكا وإن شاء الله نعملها مش يحصل حاجة يعني كسمنا بلجيكا ما تبنيش على ده اللي إحنا خاص بي أنا منتخب عالمي خسرنا من بلجيكا ما تقولش إحنا ليه خسرنا من بلجيكا طبيعي نخسر من بلجيكا خسرنا من نتيجة كبيرة وارد بنلعب مع منتخب كبير كل الأمور واردة فهي المباراة بتقس عليه إحنا بنتعلم وبنشتغل وتجربة وبنحتك بمنتخب كبير كل ده حاجات مهمة جدا بعيد تماما عن نتيجة يعني آخر حاجة تشغل بالك في مواجهة زي دي النتيجة هو ده اللي بيفكر في الجلاز الفني وبيفكر في اللعبين إنه هم يستفيدوا ويحتكوا بمنتخب كبير زي المنتخب البيجيكي مصنف رقم 2 على العالم حاليا